بسم الله في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم كيفية تحديد الحالي للسعيد والمتنحي في حالة وراثة مرتبطة بالجنس نخد المثال ديال الدجاج التزاوجات لتدير التزاوجات إلا تعطاكم مثلا في الامتحال الوطني هذا التزاوج عند الأباء تم التزاوج بين ديك بريش مخطط مع دجاجة بريش موحد أعطى هذا التزاوج جيلا F1 يتكون من مئة في المئة ديال الأفراد كلهم بريش مخطط إذا هنا هذا الجيل فهو متجانس وبالتالي الأباء مثل الأنقية هنا ما عندي شي حالة كتبت بأن هناك ارتباط بالجنس إذا بالنسبة للنمط الوراثي ديال الأباء فحليل السائد هنا هو المخطط إذا الرمز اللي استعملنا هنا بي بالنسبة للسائد وإن بالنسبة المتنحي هنا من سلول النقي يعني متشابهة الاقتيران بي على بي بالنسبة للدجاجة إن على إن بينما الخلف فمثلا كل واحد قد يأخذ نص الدخيرة ديال الأم ونص الدخيرة ديال الأب يعني ديال الديك وديال الدجاجة إذا بي غير توب بي 50% 50% وإن 50% 50% في حالة مثلا إذا أعطوكم هالتزاوج الأول وهالتزاوج الثاني نحن نقدر الثالث غير ما بدلتاج إذا هنا عندي بالنسبة للجيل الجيل الف واحد ديال التزاوج الأول فهو جيل غير متجانس لماذا لحقتش عندي الدكور كلهم بريش مخطط والإنات بريش موحدة 50% 50% بينما تزاوج الثاني أعطاني أعطاني جيل كيف هو جيل متجانس 100% الأفراد دياله بريش مخطط إذا هنا في هذه الحالة تزاوج الأول فهو عكس تزاوج جلت والنتائج ديال الف واحد بالنسبة للتزاوج الأول فهي مخالفة لف واحد ديال تزاوج جلت إذا في الموريتها بنسؤول عن لون هذا الريش فهي مرتبطة بالجنس إذا تعطى هذا التزاوج يعني الآباء بالنسبة للديك فهو بريش موحد بالنسبة لونتا فهي ريش مخطط أعطى هذا التزاوج جيلا ف واحد غير متجانس غير متجانس بالرغم أن المعطيات مثلا قالوا بأن الأباء من سلوة المقية فهنا مباشرة غنقول بأن هناك مرتبطة بالجنسية يعني هذا الصيفة محمولة على صبغيات جنسية ولكن شكونا هو الحالي السائل شكونا هو الحالي المتنحي إذا مثلا دك سيعطي الضكا الدجاج عنده زيد زيد بنسبة لججاجة عندها زيد دوبلفي إذا هذا سيعطي البنته زيد وهذا و سيعطي الولد زيد بينما هذه الججاجة سيعطي الولدها زيد و سيعطي البنتها زيد دوبلفي بالنسبة لهذا الريش المخطط عنده زيد المخطط وعنده زيد الموحد ما الذي يغلب هنا؟ زيد المخطط إذن الحليل السائد هو زيد المخطط إذن هنا الحليل المسؤول عن اللون المخطط للريش فهو السائد إذن هنا بالنسبة للأب فهو متشابه الاقتران زيد المخطط إذن عنده الحليل المتنحي لما الدجاجة عندها زيد بي دبل في حتش هي متغيرة الأمشاج فستعطي هي غد تعطي الديك زيد بي وغد تعطي البنتها دبل في بينما الديك دول الريش الموحد غير يعطي الولده زيد إن اللي هو الديك وغير يعطي البنته اللي هي دجاجة زيد إن إذن هنا فالحليل المسؤول عن اللون المخطط للريش هو السائد والسلام إن شكرا